على راديو دوزم السلام عليكم نهاية الأسبوع هجي وكثير منكم تعاني من تعب كبير وتوتر عالي بعد كل هذه الأيام من العمل الدؤوب التوتر هو راس المحيين كيف ما تنقلوا سبب مباشر أو غير مباشر للعديد من الأمراض العضوية والنفسية صباح الخير أستاذ نبيل عياشي وش متفق معي ولا لا؟ متفق معك لا ساميرا صباح النور وجو مع المبارك عليك والصيبادر اللي معنا في الإخراج وكذلك لأستاذ المستمعين ونتمنى الله يتقبل من الجميع والله يعاون الجميع بدون توتر بدون توتر توتر يقدر يكون خوف شديد يقدر يكون توقعات تشاؤمية أو لقلق هل للغداء علاقة مع هذه الحالة هدي أستاذ نبيل عياشي طبيعة الحال هناك مجموعة مشاكل عندها علاقة بالتوتر وبالأغذية كذلك لأن هناك علاقة كبيرة ما بين التوتر والخلايا الدماغية وكذلك النظام الغذائي فالمشكلة التي توقع هو أن هناك توتر أو لا تكون إيجابي وهناك توتر سلبي فهناك توتر اللي تخلينا أني نخدم كتر أني نساهم كتر أني نعطي كتر وهناك توتر لي تخليني أني نفكر بزاف شي أمور لإمكان بما بعيدة عليها نقدر نقول بأن التوتر يقدر يكون محرك أو لا يقدر يكون فره نعم سياسي اختبار كتلا عليك فتوتر بما الذي يكون الآن عند الامتحانات وعند الآباء هو توتر يعني وبوزيتيف لغاية تخليهم بيش يخدموا كتر لأباء بيش يشجعوا الأبناء ديهم والأبناء بيش يقرأوا كتر نتمنى إن شاء الله الله يوفق الجميع ولكن بالنسبة للتوتر يعني سنفهموا أن هناك علاقة مباشرة ما بين وجود بعض المكونات الغذائية وكذلك التوتر فهذه المكونات الغذائية اللي كينا في الطبيعة اللي موجودة وللجسم دينا ما بقيناش ندخلوها بشكل كبير الجسم دينا وصبحات تساهم في زيادة من الحدة دي التوتر سنعرفوا بأن الخلايا الدماغية هي تحتاج بشكل يومي إلى مجموعة مكونات غذائية عدم إعطاء يعني هذه المكونات الغذائية الخلايا الدماغية يؤثر سلبا ولا سلبيا على العمل ديالها كيف كيف ذلك؟ يعني أن الخلايا الدماغية بشكل يومي تخصد تغداء إلا ما تغدأتش لا تخدمش مزيلا نفس الشيء بالنسبة للإنسان كالكل نحن ممكنناش نبقاوه نهار ولا يومين ولا ثلاثيين بلا ما ناكله فكيف يعقل أن الخلايا الدماغية تبقاوه مدة طويلة بدون إعطاءها مكونات غذائية كيفاش بغيتها تخدم؟ يعني مدة طويلة يعني التومبيل التي تنذر لها ما زوت ولا ليسونس نعم فميك وش تطلب منها أن تتخدم ممتشهر وما تتروي بها من ثلاثة حاجة ما يمكنش فإلا تتروي اللي تتمشي بها رخصك تعمرها فإذاً اللي فهمت معك فالتوتر هو مرض عضوي يعني أنها تجعله واحد القلة ديال المكونات ومواد اللي لا تتوصلش للدماغ ديالنا وإعصاب ديالنا نعم 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 يكين هناك أسباب أخرى ولكن أسباب الرئيسية وم بين الأسباب الرئيسية وهذا المشكل هو الجانب ديالغداء لأنه الآن توتر بحل الصباح يعيش معنا حل الصباح ولينام توترين يومياً الأبعد من هذا أختي سامرة أنه ركين حالات لكين إنسان نتفق الصباح متوتر فهيق هو ما تضرش معه ما تضرش من الصباح يعني علاش لأنه منع الشم زيان ألوق علاش منع الشم زيان عندها حلقة كذلك بالجانب بغداء شيت واكل بزاف اللي المثلاً وشنو واكل واكل دكشيلي تنقول لي إحنا تخرب يقوله جيسي باشي حاجة اللي هي مزيان لأنه شوف أنا أعطي كيمية الباسيط جداً اللي كل تعرفه كيف بعت الخليت الدماغية تخدمankمم Williams ومتي المدة الأسباب لم أعطيتها مانيسيو ما يمكنك التخ завدم خليات الدماغية كيف أن خليت الدماغية تخدمه جيد م متي المدة طويلة لم أعطيتن ف kur ku كيفت أريد خليات الدماغية على طهيلة حاجة م حاجة كالسيوم كيف ب norms خليت هذه الخليات الدماغية إلى أستخد؟ без Southwest هناك خلياتerer أنه حتيت نishing 할 قبط العديد من الحلقات فإن قلقت مرة بمرة فأكيد سيكون عندك بتخلل لأن الخلايا الدماغية تتغدى عن السكريات ولكن لا نتحدث عن السكريات الإصطناعية نتحدث عن السكريات الطبيعية فكين اللي في اليوم يقدر مدخل تشي سكر طبيعي الجسم ديانو يعني كين اللي تقول كأن الفوكه متتعجبنيش أوكي داكو مشرفين تمر لا ما عنديش معاه الزبيب متنحملوش الشريحة ما عندناش يعني هاد المواد كلها اللي شرسي لها أستاذ خاصة سقوم دائما في البيت يوميا هادي أغدي خاصة يوميا لأن الخلايا الدماغية تتغدى والمصدر المهم للطاقة هي هاد السكريات الطبيعية لخاصة الآن الطلبة والأباء اللي عندهم فترة الامتحانات خاصتنا والجلتمر وذي ذكرناها يوم أمس يتم بشكل يومي خاصة إعطاء البولات الشعير مثلا أنا هنطيك البولات الشعير الآن تبتعي الميا نحن نحن نتحدث عن التلبين نحن نتحدث عن فراغ الآن تبتعي الميا أمريكا تبتعي الميا الآن ولكندا بأن من تتلتقي مجموعة مكونات غذائية تكون عندها تأثير إيجابي على الدماغ كيف يد مكونات غذائية؟ المانيزيوم البوتاسيوم الفوسفوغ السكريات السريعة الدهنية الناباتية والبروتينات الناباتية فين كيناتش؟ مأكلات الطبيعية بزيت البلدية شوف الزافد البولات الشعير بزيت البلدية والتمر والأسل طبيعي لكي أكثر وأحسن وأفضل ممكننا نعطيه المحاربة التوتر علاش؟ بالله عليك اللي سامي فاش تقول محاربة التوتر أو السنبيلية نعالجه؟ نعالجه ولكن ما يمكننا نعالجه فلنأخذ التمر اليوم ونقوله أنا بقي في التوتر ما يمكنش خصوصا أنا متوتر هذه نتقل القمز يعني هذه الأمور ستكون داخلها شوف بالبولات الشعير سوية 150 ريال كيلو خصنا ندومه عليهم طبيعي الحال ما يمكنش تشرب زلافة في السيمنة وتقولوا اسمعتهم قالوا يا في البلدية شربتك زلافة لا مش ياكا خصنا تكون حاضرة بالله عليك زلافة كيلو كيلو ماته 50 ريال ما هي 150 ديار المرس مأكلتش عائلة كلها تاكل شح لا تاكل فيها ممم وكيف صديقه عشان يندرين ممم تاكل فيها واحد وما تشبهش تصليين مرآت نتغذى وتنغتك وخرب الصحة دياله يساهم في التوتر الشي الآن دا بس سادة المسلمئة يسمعونها يدخلوا يقلبوا التوتر من أسباب التوتر الإكتار من تناول الدهنيات الإكتار من تناول السعرات الحرارية الخالية التي تكرنا عليهم بارح من الأسباب التوتر، لماذا؟ لأنها تزيد في حدة التوتر لأنها تفقد الجسم مخزونه من تحتيولها زيتون وزيتون فيه فيتامين أو هي محاربة للتوتر من تنظر إلى الزنج الزنج هو محارب للتوتر ومهيب بالنسبة لخلايا العصابة من تنظر إلى فيتامينات المجموعة باء أكبر علاقة كانت بين الخلايا الدماغية والأغذية أكبر محاربة فيتامينات المجموعة باء شخص كانت في فيتامينات المجموعة باء كانت في الخبز كامل المطرحة الأخرى إذا كنا نرى إلى إلى الداخل الناتقليدي المغربي الأصيب فهو كانت هناك ناجتين دائماً ها نانذر تصبح غير محاربة أنا الوالدة زيت تقول وضحة يا ابنتي ما كانت لدينا أولا ما عندكم أي أنتم عندكم علاقة طبعات كل شيء موجود والإمكانيات توجد وحنا كان لدينا كل شيء، كلها كانت لدينا ومع ذلك كنا سلقوا في الوقيتة، سنجمعوا الجرس بناتنا حنا ما كانت الحياوي يوم، لان دا بعدنا لعقز، احنا أتوسع ورا لعقز تهول لسبب داله وحنا من الأسباب داله الغذاء الغذاء الغير جيد، حنا بكية تسمع الأسباب للغذاء تقولك لو أنا تناكل مزيان، أشنو تتاكل؟ أي كيميا؟ طبعا تلحالي أن هناك علاقة بحدا بفيتاميات المجموعة، ركين علاقة بين فيتامين بيدو وفيتامين بيسيس له علاقة مع فيتامين بيتخوا يعني ضروري متنوع كيف يمكنك أيضا اخذ بيسيس، لنستطيع بيسيس، لا بيسيس لا بيسيس لا نستطيع بيسيس لا تدري إذا كما تدري إيش يجبني ما أردوه، هذك شيء على الإجتمر سنضعه معه شيء القرقاف، سنضعه معه شيء اللوز فأني تحطه على القاطاتي، كيف يعقل أن القاطاتي، أنتنا والقاطاتي أصبح من البحض المتخلقة ماشي عالموضة كيف يديري لادس ايه غير لادس القطاني تعتبر من اهم مصادر فيتامينات وشوف معي كيفاش كانوا سيدرو هاش حالدي استدنا بالعياشي لادس سيدرو في طريفة الخزو او للقراح مرحام الخضر اللي خنقصة من غير البصلة والماتيشة هذا فن هذا قمة العلم في الجانب الغذائي ولكن انما بتعدنا تعلمو سيدرو دور ترجع لعادة الغذائية القديمة دينا فمن انت تكون عندك هنا تتشوف بان شخص بتاعد على هذه الاغذية هذه اكيد سيعاني من التوتر اكيد لان هاد المشكلة لان كيفما قلت قبيلا تتشوف ان شخص كل شي عنده الحمدلله كل شي كان ورغم ذلك يعاني من التوتر ومجد تصوري تقولك ما عرفتش لاش ما عرفتش لاش شي تنرفز بسرعة ما عرفتش لاش عندي التوتر فالمسألة بسيطة جدا يعالج يعاد النظر عفوا فالنظام الغذائي دياله الى كالنظام الغذائي لا يحتوي على هاد الاغذية التي تحتوي على هاد المكاموينات وبالتالي فالنظام الغذائي يعني شوف تضهب ببعض الحزن تلبينا فيها انها تضهب ببعض الحزن فالحزن عنده علاقة تتشوف المغربة كانوا تديروا البولة ديال الشعير كسكسو بلبسلاو زبيب ما جتش من فراغ كنا سندروا هربل هربل متلا هربل مع بصيلة صغيرة وكامون فين هي الاغذية الان ناس بدأت ولست موسمية ولست موسمية ركالة تسمع ناسة شاميرا ركالة تسمع ناسة شاميرا ما عرفت ماذا ندره ركالة تسمع قلت هيربل ما عرفه ما هو ركالة تسمع تلبينها ما عرفه ما هو ركالة تقول دي بعده ما يدره ما ما اللغة تدره يو نفسه هربل هو القمح مكون كغسي تكون مهرمشي شوية وتنضروه بحل حسوة سخي واشتش صعيب أسهل ما يكون أرخص مكين يعني ما سيخد وقت كبير تتعليه في الطنجرة مع شوية البصيلة شوية منيحة وشوية الكامل والما نخلي كل شي يغلي في الأخر سنسمع أنا في شوية الزعتر والحليب لديد جدا جدا مثل أطفال سبحوتي يعانون من التوتر الأطفال في سنة 5-6 سنوات يعانون من التوتر لإمادة لأن الجسم ديهم منخور غدائيا الجسم ديهم لا يحتوي يشوف أنا رأي كل أب وكل أم تسمع لأن ترح سؤالة على نفسها فقاش آخر مرة عطيت الولدي التمر فقاش آخر مرة عطيت الولدي اللوس فقاش آخر مرة عطيت الولدي الخبز بالشعير فقاش آخر مرة عطيت الولدي اللوبية والبصرة إلا تجاوبيني الشهر ليداز ولا الأسبوع ليداز ولا 15 يوم ولا 3-3 خبز فقتي نعم يعني التمر خص يقول لي البارح اللوس يقول لي البارح العدس يقول لي السيمانة ليدازت إلا بغينا نتبعده عن التوتر إلا بغينا نبقاهه في التوتر والتوتر أطنسيون توتروا يجيب مع مجموعة دي المشاكل رأيك على قدير السرطان بالتوتر هناك على قدير داع السكري بالتوتر ورس المحين يعني سبب مباشر أو غير مباشر العديد من الأمراض ارتفاع دفع الدموي النفسية تماما تماما فأشغالي نقول لك أستاذ نبيل عياش لما غدي نعطي واحد الوصفة اللي هي عبارة عن مشروب مشروب تتصوب بالزبيب دائما زبيب أرجع لي 400 جرام دي الزبيب في كاسترنام 1 لتر دي الماء تنغليوهم مزيان لمدة نصف ساعة نزيدو فيه القرفة ونخليو الكل يبرد مزيان عاد نبحنو ونصفيو شراب لديد وتنظن ستافق معي بأنه مفيد جدا للصحة نعم وتنظن وطول أنه قرفة وزبيب نعم جيد عشنو 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 فهدي فكرة للشادي اليوم سيداتي هاكيدا تكوني مطيبة كسكسو فكسكسو مزيان رائع جمعة مباركة لكل مستمعين دي راديو دزام مزيان تصدو بكسكسو وف الليل انفكروا في هربل ولي شوية دي اللادس او لشوية اللوبيا وشوية القطني او لتلبينا ماتيالان تلبينا ليش هتلين شوية من من كسكسون فشوف غير سيكوك غير سيكوك غير سيكوك سيكوك هيكش سيكوك هو هدك ونربي ولدتنا غذائيا هذه الرسالة اللي دائما تنقلها في كل اتماعا جمعة مباركة لكم مستمعين نتلقوا بكم يوم الاثنين المقبل وبداية أسبوع كلها نصائح غذائية مع بمعيات الأستاذ نبي ليشي الأخي الصائف الميدان شكرا لك مرة أخرى ونهاية أسبوع موافقة إلى اللقاء